مجزة ثانية صباح المشاهدين يتيكم من اللعب أهلا لكم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة أعداد منافذ بيع السلع الأساسية الثابتة والمتحركة والعمل على اختيار أماكن مناسبة لها بحيث تغطي محافظات الجمهورية كافة كما وجه الرئيس السيسي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء وعدد من المزراء والمسؤولين وجه بزيادة المعروض من اللحم والدواجن الحية والمجمدة لتغطي احتياجات السوق المحلي بما يساهم في ضبط أسعار تلك السلع وخلال الاجتماع أيضا أكد الرئيس ضرورة مواصلة العمل على زيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية المتوفرة لدى البنك المركزي لما له من أثر إيجابي على المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة أكد المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية أن تقرير الخارجية الأمريكية بشأن أوضاع حقوق الإنسان في العالم ينطلق من اعتبارات داخلية تعكس وجهة النظر الأمريكية أكد أبو زيد أن التقرير لا يرتبط بالأطر القانونية التعاقدية التي تلتزم بها مصر أو منظمات الأمم المتحدة وأضف المتحدث باسم الخارجية أن أوضاع حقوق الإنسان في مصر ترتبط بالالتزامات الدستورية الواضحة ويتم مراقبتها من جانب المؤسسات الوطنية المصرية تتواصل اليوم بالعين السخنة فعالية ندوة تجديد الخطاب الدني لدعم القضية الفلسطينية كان اليوم الأول شهد عقد جلستين الأولى بعنوان دور الخطاء الخطاب الدني المعتدل في دعم القضية الفلسطينية تحدث خلالها دكتور سعد دين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر وحملت ثانية عنوان أصورة النماطية للعرب والمسلمين من وجهة نظر الغرب تحدث فيها مساعد وزير الخارجي الأسبق دكتور مصطفى الفقي قال العقيد أحمد المسماري المتحدث باسم قوات الجيش الوطني الليبي أن الجيش يصعى للحفاظ على نفط الليبيين أضف المسماري خلال مؤتمر صحفي أن الجيش يهتم بالحفاظ على أرواح المدنيين ولا يلقوا إلى أسليب الميليشيات الهمجية قتل خمسة أشخاص فيما أصيب عشرة آخرون إثرى قصف جوي على مدينة الدانا بإدلب شمالي سوريا وقالت هيئة الدفاع المدني أن أربع غارات استهدفت الأحياء السكنية في المدينة وأسفرت عن دمار بعض الأبنية وفي نفس المحافظة سجل ناشطون محليون قصفا جويا طال بلدتي كفر سجنة ومعرة مصريين وقرية طعو دون تسجيل إصابة مجرس جديد مشاهديناتكم على رأس الصعب